نقطة تانية اتكلم فيها مع حضراتكم وعنوانها السفالة والانحطاط وقلة الأدب مبادر من الهارب في مباراة الأمس وعقب مباراة الأمس لا يصنف إلا تحت بند السفالة والانحطاط وقلة الأدب وبنهدي الفيديو اللي تقدم به مذكرة رسمية وفقا للتصرحات المستشار المرتضى منصور النهاردة مذكرة مرفق معها الفيديو بكل التلفز اللي تلفز به الهارب الهارب اللي انتو عملتوه بطل الهارب اللي الاعلام اتعامل معاه على انه فاتح الكسطنطينية هارب لعيب هارب لعيب خان ندي وخان عهده وخان اتفاقه مع ندي وهرب بتحريض من إدارة النادي الأهلي للبرتغال عن طريق الوسيط والوكيل اللي تابع منه الجزء ورجع لمن حرده ومن هربه فالأمور واضحة بس انتو في الاعلام بتاعنا او الاعلام بتاحهم مش الاعلام بتاعنا لا الاعلام بتاحهم ايوا الاعلام بتاحهم بيشوف في عين واحدة بس وبيشوف المشاكل والأزمات اللي في نادي الزمالة انا كنت اتصور ان لوش كبالة او امام عشور اللي كان عمل اللقطة دي مبارح هو بيحتفل كانت الناس نسيت ان فيه مباراة كمة كانت الناس معرفتش ان الزمالك رجع وان الفرق تقلص لأ كانوا ركزوا على ان داش كبالة عمل كذا كذا وامام عشور عمل كذا كذا امام عشور اللي احتفل في قودة خلع الملابس تحت مدرجات تحت الارض واحتفل على اغنية شغالة اغنية شغالة مش هو بيتلفز وبيرقص اتوقف ثمان مباريات اتوقف ثمان مباريات يا حج عامر اتوقف ثمان مباريات يا استاذ احمد دياب بيبلغني طبعا دلوقتي الزميل كريم حمدي طبعا رئيس تحرير المحترم ان ربطة الاندية حالة شكوة نادي الزمالك المرفق فيها السيدي الغير لائق والغير مقبول للجنة الانضباط واعتقد الليحة واضحة جدا جدا تمام مباريات ولا غنى عنهم تمام مباريات اقاف ده بسم الله الرحمن الرحيم ليحة واضحة وصريحة حضرتك ماشي على المحور امام كاميرا الرادار مش معلق الحزام مخالفة تمام هكام يا فندم تمام هاتلات قروج انت خلفت السلوك الرياضي وخرجت عن عملت فعل لموشين عملت ايحاءات جنسية تليق بيك تليق بيك انت بس لان انت اللي عملت ده فده يليق بيك انت ده حجمك ودي ثقافتك ودي عقليتك وده دماغك ده دماغك ودي تفكيرك فهي تليق بيك فالقانون واضح والليحة صريحة تمام مباريات شكرا اللي بعده بس اللي اهم من التمام مباريات واللي اهم من العقوبة المالية لو طبقت انت الاخلاق فين صباح الفل ومساء الفل على القيم والمبادئ ونادي القيم والمبادئ المزيفة للأسف لان قبل ما نجلة الانضباط طلع قرارها المفروض انت حمرت الخجل تلزمك ان انت تطلع عقوبة عقوبة تأدبية تطليق بناديك يا اما انت كده بتقولي وبتقولي الملايين ان انت ارتضيت بهذا الامر فهذا الامر يعبر عنك ما لهاش غير كده اللي يرضى عن اي فعل مشين فهو مشارك فيه واللي يرضى عن هذا التصرف فهو عمل نفس التصرف فده ما يدينش اللاعب لوحده بس يدين النادي كله يدين جماهيرك يدين ادارتك ويدين رئيس ادارتك كابتن محمود الخطيب سكوتك وعدم معاقبتك لللاعب ده يدل ان انت اراضي وفرحانه بتحتفل شأنك وحقك عندنا في نادي الزمالك نادي الوطنية والقرمة ونادي المبادئ والقيم الحقيقية بيعاقب لعبته لو تلفز على السوشيال ميديا او كتب كلمة على السوشيال ميديا اتذكر جيدا في مباراة الوداد اعتقد في المغرب كابتن متحة شالب الجهاز الفني اقيل واقف الملعب بسبب طفل جميل مغربي بتاع الكورة حامل الكور اللي في الملعب جهاز الفني في لحظة وانا خسران كابتن متحة عبدالهادي وكابتن امير عزمي مجاهد محترمين وعشان هم محترمين ومؤدبين لكن الشجاعة والقيم الحقيقية والاخلاق انك تاخد القرار بجرأة وبشجاعة مش تطوارى مش تنتظر مش التليفونات شغالة للنهار من مبارح عشان خاطر نعدي عدي يا ليلة ما هي لو الليلة دي عدت تبقى مصيبة لو ليلة كهرباء والفعل الفاضح بتاع كهرباء ده ايوا فعل فاضح انا عارف انا بقوليه فعل فاضح لو عدى تبقى فضيحة وتبقى جيب تراس وكرامة القرى المصرية كلها الارض لو انتو هتردب كده احنا مش هنردب ده واعتقد ان الامر مش هيمر مرور الكرام واعتقد ان النادي الزمالك يعرف ايوا فقط حقا كويس اوي اوي بالذات وجود لايحة وجود فعل او امر مشين سلوك غير رياضي ضد لايحة فاعتقد ان احنا منتظرين منتظرين من استاذ احمد دياب منتظرين لجنة الانضباط منتظرين لجنة المسابقات منتظرين اي حد خدوا قراركو واحنا منتظرين ما ارناش حاجة بس لكل حادث حديث ومنتظرين اشوف القرار ايه اشتركوا في القناة